نوه إلى هذا الخبر العاجل حيث استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت الإشادة خلال اللقاء بتطور المستمر على جميع الأصعيدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا سواء على المستوى الرسمي بين قيادتين الدولتين أو على المستوى الشعبي كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومسندة الجهود المشتركة لتحقيق تنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهجة المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وضف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيسي أكد أيضا ما تولي مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة لا سيما في السودان وليبيا بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل حيث أكد سيد رئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل اشتركوا في القناة